اشتركوا في القناة بانها تحاول تتملص من بعض هذه العناصر من اجل خلق شيء مختلف وجديد لكنها تفشل ولا تتميز الا بالعطب كل القصص تملك هذه العناصر الاربع كلما على مستوى في هذه العناصر كلما علت القصة في المستوى والتميز لكن القصص الممتازة لا تتنافس في هذه العناصر فحسب انما تتنافس ايضا في العناصر التكاملية مثل الحوار والاخراج ولما تدخل القصة في سياق الافلام او المسلسلات تزداد كمية العناصر التكاملية وينشأ ايضا عناصر اساسية جديدة ذات خصوصية على حسب نوعية الميديا فورمات يعني الافلام لها عناصر خاصة والمسلسلات لها عناصر خاصة الرسوم المتحركة الجيمز الراديو الى اخره عادة الكتاب ليسوا بالضرورة على دراية بهذا التفصيل لان كثير منهم يعتمد على موهبته دون التفكر في ابعادها ومكامنها ولو تفكر فلربما ابدع اكثر اذا هناك معادلة صعبة في انشاء مسلسل يكون مدوي وناجح من العناصر التكاملية التي يندر تحقيقها في المسلسلات هي وجود كيميستري بين الشخصيات تكون اخاذة تعيشك معهم نفسيا بشكل كبير مثل فرينز او تكون غريبة الاطوار وتعيشك جو كل ما هو ممنوع مرغوب مثل بريكينج باد حياكم الله في تقييم الموسم الاول لبريكينج باد من كوكب باء 612 رغم احاطته الكبيرة بعلم الكيمياء الا انه مدرس كيمياء في مدرسة وحمل وديع لزوجته واب لطيف لابنه المعاق كما انه يزيد الدخل المالي لمنزله من خلال وظيفة في صيانة السيارات يعني رجل مثالي لكن يفاجأ باصابته بمرض السرطان وتكون هذه الحادثة بمثابة قنبلة تفصمة الى شق جديد يستخدم في علمه لصناعة المخدرات لو توقفنا هنا دون ذكر لأي شخصية غيره لكان بالامكان الاكتفاء به كشخصية احادية دون الحاجة الى الشخصية الرئيسية بحد ذاتها مادة غنية ومثيرة وممتعة لكن لا يكتفي الكاتب بذلك انما يضيف شخصيات مساندة للقصة كلها جيدة ويدعم الاحداث باستقرار اسري جميل للشخصية الرئيسية هذا الاستقرار بالمقابل يجعل احداث Breaking the Law واحداث حياة الشخصية الرئيسية السرية اميز واجمل يعني يخلق عنصر قوي في الكتاب القصصية الا وهو المفارقة الصراحة ابدع الكاتب في عنصر المفارقة وربما اميز شيء في كتابته هي جودة عنصر المفارقة الذي خلقه شدني جدا انها عمل نوعي من المفارقة في نفس القصة اولا عندنا المفارقة الدرامية اللي هي بين حياة الاستقامة والحياء الخفية المنحرفة والمفارقة الثانية كوميدية يسند فيها الكيمستري بين الشخصيات المتباعدة في طباعها مثل ان والد طباخ مخدرات وعديله اللي كثير ما يجتمعون اجتماعات عائلية معه شرطي متحري كذلك ما هو اهم علاقته بالفتى اللي كان طالب عنده اصلا واللي يشاركه في ترويج المخدرات السكريبت يدعم مجرى الاحداث بذكاء ويساهم بشد الانتباه لكن الاحظ غياب عنصر مهم فيه اللي هو الهوك فالتحميس على متابعة الحلقة التالية اجده ضعيف طبعا سوف يكون هناك مشاهدين يعشقون المسلسل فبالتالي ما هي فارقة معهم سواء غاب عنصر التحميس ام كان موجود لانهم مو بحاجته متحمسين اربع وعشرين ساعة لكني اتكلم على المشاهد المعتدل عادة الكاتب يركز على هذا بالذات في الكتابة عشان يضمن وزنية السكريبت والنقاد عادة هم اكثر المشاهدين اعتدال لو فقدوا هذا العنصر تخرب حيادية نقدهم عموما ايضا وجدت ان الحوارات تتأرجح بين عادية الى جيدة جدا لكن لم ارها تصل ان تكون ممتازة لكنها في السيف سايد بحيث انها لا تخرج من دائرة رياليزم كونفزيشنز الكوميديا التي اختارها الكاتب مناسبة للقصة حيث ان كثيرا منها كوميديا سوداء يعني لما تصير تضحك ان احد قاعد يموت اتوقع هذه من اكثر الكوميديا السوداء اللي شفتها خلال كم سنة اللي فاتوا ايضا توجد كوميديا مختلفة منوطة بالعنصر النساء في القصة وهي ايضا جيدة وفي مكانها المناسب الاخراج رائع اختيارات زوايا الكاميرا فنية ومناسبة لكل محوى قصصي في كل مشهد تقريبا اعجبني الى اي درجة هي متنوعة ومناسبة جدا على حسب الحدث مو بس كذا ايضا تعمل محفز قوي للمشاهد الكوميديا احيانا هي لحالها تصنع النكتة والضحكة ايضا الستس اللي يختارها المخرج جيدة وجميلة تصوير الاوتدورز بالذات اجده جميل ولم يدخل فيه تدخلات بوست بروداكشن تذكر اما الاندورز فلا اجده جيد بما يكفي الصراحة ينقصها اللمسة الخاصة لاصحاب المكان والتي قد تكون شبه معدومة بالنسبة للهندسة الصوتية فلم يحسن مهندس الصوت التعامل مع ظروف الاوتدورز بما يكفي يعني احيانا نفس صوت الممثل لما يتحرك من مكان الى اخر تجد خامة الصوت جاسها اختلاف اما بالنسبة للتونز الموسيقية فهي غالبا تدعم المحوى القصصي لكنها لم تستطع ان تلعب دور رحالها بالجودة الكافية انما وجدت الصمت احيانا كثيرة كان له لمسة اقوى بكثير من الموسيقى بالنسبة للتمثيل فهو مجملا جيد بعض الممثلين اللي يجي كم حلقة فقط لا اجده جيد بما يكفي لكن الممثلين الثابتين كلهم جيدين اما تمثيل براين كرانستن فهو افضل اداء وتمثيل رأيته لهذا الممثل فعلا ابدع كثير في اداءه للدور وتقمص شخصية والت خلاصة انتهى الموسم الاول بنجاح وتميز يشهد له ومع انه لم يعمل اللمسة المعتادة في فنون الكتابة عشان يشد الجمهور لمتابعة الموسم الذي يليه الا اني اعتقد تميز البيسيك ستينجز وعلاقة والت بزميله الفتى جيسي ستجعل الجمهور يتوق لمشاهدة المزيد عن هذا التيم العجيب المليء بالبوتينشل والاحتمالات الممكن حدوثها في المواسم القادمة الموسم الاول ممتع ومثير جدا رغم بعض الحوارات التي تميل للملل والاطالة المفرطة في بعض القضايا الا ان ما يملكه من محاسن يطغو significantly على جميع المساوة فياترى هل ستكون المواسم القادمة بنفس جودة الموسم الاول ام احسن ام اسوأ